بينما كانت الحكومة الشرعية تدعو اليمنيين لدعم الجيش في عملياته ضد الحوثيين أعلن التحالف العربي عن وقف شامل لجميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية ولمدة أسبوعين إعلاننا جاء كما يقول المتحدث باسم التحالف استجابة لدعوات الأمم المتحدة ولدعم الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر تفشي وباء كورونا في اليمن لكن تناقضه مع بيان الحكومة الشرعية التي دعت لاستمرار العمليات العسكرية يظهر لنا أن الحكومة ربما لم تكن على اطلاع على كواليس قرار الهدنة المعلنة الحوثيون من جانبهم قللوا من شأن الهدنة وقالوا على لسان القيادي محمد البخيتي إن ما أعلنت عنه السعودية ليس هدنة بل إعلان لاستمرار الحرب من خلال الحصار المفروض على البلاد مضيفا أن هذا الإعلان لا يعبر عن رغبة في السلام ما يعني ربا حوثيا لتلك الهدنة موقف الحوثيين هذا سبقه إطلاق مبادرة لإيقاف الحرب بشكل كامل ما يعني أن نقاشا ثنائيا سعوديا حوثيا يجري تحت الطاولة وأن الخلافة الحالية هو على التفاصيل أما الإطار الكلي فقد صار متفقا عليه مسؤولنا دوليون تحدثوا بدورهم عن محادثات قريبة بين الأطراف اليمنية ستجري قريبا لإنهاء الحرب في اليمن لكن الواقع على الأرض ربما يقول غير ذلك فالحوثيون صعدوا مؤخرا وتمكنوا من السيطرة على مواقع استراتيجية وهم الآن يحاولون تثبيت أقدامهم في تلك المناطق والاستعداد لخوض معارك جديدة وبالرغم من كون اليمنيين ينتظرون أي بارقة أمل لإنهاء هذه الحرب المجنونة إلا أن الوضع حاليا يفتقر إلى المعطيات الكافية للاعتقاد بأن الحرب ستنتهي وفقا لصيغة مقبولة للجميع فالحوثيون لا يزالون يسيطرون على الدولة في صنعاء وموقفهم اليوم أقوى مما كان عليه قبل خمس سنوات بينما الشرعية لا تزال عاجزة عن ممارسة مهمها من الداخل بسبب الألغام التي زرعتها الإمارات في طريقها ويبقى الشعب اليمني هو الضحية لشرعية عاجزة وتحالف تائه وميليشيات إجرامية ترجمة نانسي قنقر